نكمل بقى ولاد مع بعض وحاجة جديدة او موضوع جديد اسمه اناتوميكال بلاينز بص بقى سيدي موضوع اناتوميكال بلاينز ده يعني الاطاعات التشريحية او المستويات التشريحية اللي احنا نتكلم عليها هتيجي انت تقولي يعني يا دكتورة اقولك يا عم تعالى بسرعة وانا هفهم لو انا جبتلك مثلا الشخص ده انا حطيتلك صورة قدامك اهو ادي شخص اهو ماشي حطينه قدام حضرتك انا نقطع فيه بقى براحتنا ونعمل فيه براحتنا اللي احنا عايزين عملنا ايه في هذا الشخص بص يا سيدي رحنا جينا خدنا مقطع كده او رسمنا لاين كده اللاين ده عايزين هذا اللاين لو تلاحظ انا رسمه ماشي في خط نص الجسم بالزبط اولا اللاين ده عمل ايه في جسمك تقولي والله يا فندم اللاين ده اسم الجسم الى نصين طب ايه هم النصين نص يمين ونص شمال حلوة او بس النصين دول قد بعض تماما يعني ايه قد بعض يعني مثلا سي يعني لو ده عشر سنتي يبقى ده عشر سنتي ايه يعني ده بنسميه بنسميه خط منتصف الجسم ايه عمل ايه يعني خط منتصف الجسم ده تقوله اللاين ده قسم جسمي الى نصين متساويين بالزبط نص يمين ونص ايه ونص شمال طب اسمه ايه اللاين ده اللي انا برسمه كده بيقسم الجسم الى نصين زي ما قلنا اللاين ده اسمه ساجتال بلين والنهاردة فيه عندنا كلمة جديدة كلمة بلين يعني لاين او مستوى في عندنا النهاردة كلمة جديدة بتقول ساجتال ساجتال يعني برضو لها لفظ تاني ميديان بلين فانا لما اقول لحضرتك ساجتال بلين او ميديان بلين هو عبارة عن ايه تقولي والله يا فاندم هو عبارة عن لاين ديفايد البادي الجسم انتو لين اسم جسم حضرتك الى رايت اندي ليفت ركز بقى في الكلام ركز كويس قوي ايكوال يعني ايكوال يعني متساويين ايكوال ايه ايكوال هارس يبقى انا لما اقول لحضرتك يعني ايه ميديان بلين يعني ايه ساجتال بلين تقول له يا فاندم ده لاين تخيلي كده بنرسمه بيروح قسم جسمنا الى نص يمين ونص شمال بس مستي ايكوال يكونوا قد بعض بس انا عندي سؤال زكاء كده تعال انفكر مع بعض هل اللين ده هيقسم الجسم الى نصين رايت وليفت زي ما قولنا متساويين بس هل النصين دول النص اليمين والنص الشمال هيكونوا سيميلر يعني ايه سيميلر ياولاد كلمة سيميلر يعني متشابهين يعني هل النص اليمين هيشابه النص الشمال فكر بزكاء كده هتقول لي استحالة ده لازم يكونوا النصين دول نوت سيميلر غير متشابهين طب ما نوقف شوية كده ونفكر مع بعض ليه غير متشابهين ما انا عندي ايديا اليمين خمس ثوابع ايديا الشمال خمس ثوابع نص ده زي النص ده اقول لك لا استنى عندك الكبد الليفر في الناحية اليمين لكن ما فيش ليفر شماعك عندك السبلين شمال ما فيش منه يمين اذا التركيب الداخلي في النص اليمين والنص الشمال سيميلر تقولي لا نوت سيميلر فهم خب بالك الميديام بلين او الساجتال بلين ده هو line divide the body زي ما قولنا right and left equal but not similar دي تهميني قوي علشان على فكرة دي من التركات اللي ممكن تقع فيها في الامسكيو طيب انا عرفت ان انا عندي line وده اول line اتكلمت عنه واسمه الساجتال بلين وفهمت يعني ايه كلمة ساجتال بلين هقول لك على حاجة سيدي تعال نجيب الراجل بتاعنا ده هو هو نفس الراجل اللي احنا شغالين عليه اهو حط لك نفس الصورة تاني بس تعال كده اشوف انا هرسمي وعايز حضرتك اللي تفكر لوحدك انا رسمت line اهو ده مين هتقول له الله يا فاندم ده الميديام بلين اللي احنا لسه قيلينه ده خط منتصف الجسم مفيش مشكلة بس جيت روح تراسم line تاني ركز لي بقى في line التاني ده الله يبارك لك كده وبهدوء قليش بس اداية مش عارف اثبت على الالم بتزحلق شوية بس اعتقد مفهوم و line ده و line ده و line ده و line ده بص كذا line اهو رسمته ال line ده دي كلها يعني مثلا line اهو ده ده اسم الجسم الى نص برضو ادي شمال اهو و ادي نص يمين طب و line ده برضو اسم نص يمين و نص شماه طب و line ده برضو اسم نص اهو يمين و نص شماه اهو بس انت ملاحظ حاجة not equal يعني ايه بص يعني انا مثلا ارسموهن 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 زي ما انا بقول لك او هنا وهنا وهنا وهكذا اه يعني ده بص اسم الجسم الى راية ولفت برضو انا معاك بس equal ولا not equal تقول لي ايه تقول لي not equal يبقى معنى كده line ده مهمة او بالنسبة لي واسمه paramedian او ممكن اقول عليه parasagital يبقى اخب بالك الاولين اللي كان بيقسم الجسم الى نصين متساويين كنت بقول عليه median او sagital اللي هيقسم الجسم الى right ولفت not equal بجوار الmedian brain بسميه paramedian او parasagital اذا كلمة بارا دي لازم نعرف ترجمتها بجوار يبقى اللي كان في النص اسمه median يبقى اللي جنبه اسمه paramedian طب سهلا ما اجا اقول لك اديني تعريف الparamedian لين اعرفوا لي يقول لي هو عبار عن ايه تقول له الله يا دكتور بقى ما خلاص انا يعني اقدر اترجمها الواحدي هذا معنا فهمت المعلومة وركز تفهمها الاول تكتبها اه والله يا دكتور هو line والline ده divide body الى right و right بس on equal او not equal its اوفيث يعني نصين غير متساويين وبالتالي ان الصين دول هيبقوا طبعا برضو اكيد ايه not similar. طيب يبقى انا عرفت النهاردة ان اول كان اسمه ميديان بلاين او ساجتال بلاين. اللاين التاني اسمه بارا ميديان او بارا ساجتال. دي بص يا سيدي. في سؤال common اللي قوي بيتسئل عندنا في عين شمس. انا هدربك على الام سي كيو من اول لحظة. وبالك يا ولاد الام سي كيو. ما تخافش منه. ما تستصعبوش. في بنك اسئلة لطب عين شمس موجود من قديم الازل. هنفهمه لك طبعا افكاره كلها عندنا وفي دماغنا. على حكم خبرتنا وشغلنا. هنفهمه لك سؤال سؤال وهتلاقيني بقوله لك في نص الشرح. فحتة اسئلة دي ما تقلقش منها نهائيا خالص. هتتقال وبكل الطرق وبكل الاسئلين. هتلاقيني معظم افكار الام سي كيو. بقولها لك في نص الشرح. ودايما بسيب كم فكرة كده. اروح رميهم لك في صورة اسئلة. اختبر فيها بقى زكاة حضرتك. واختبر فيها انت زاكرت ولا ما زاكرتش. طبعا الاسئلة اللي هنبقى بقى نحطها للطلبة دي. اول عندنا ان شاء الله جايزة محترة. بص يا فن. انا عندي الراجل ده اهو. ركز كده كويس معي مع لسه عشان افاهمك تركت السؤال ده اللي كومن بيتسائل عندنا. لو انا رسمت اللاين ده كده. اللي باللون الازرق ده. طبعا حارتك هتقولي والله ده ده الميديم بلين. والله يا دكتور ده الميديم بلين او الساجتال بلين اللي كان اسم الجسم الى راية وليفت. يعني نصين متساويين. فيش فيها اي مشكلة. طيب رسمت اللاين اللا اخضر ده. اهو. هتقولي والله يا دكتور ده اسمه بارا ميديم بلين. اسم الجسم الى نص يمينه صغير ونص الشمال كبير. اعتقد مفهومه. خد بالك كده راية بالنسبة للراجل. كده مين الراجل. وكده ايه. وكده شمال. طب ما تيجي كده نجاوب مع بعض او نفكر مع بعض بمعنى اصح في السؤال اللي انا اقوله لك ده. لما اجي اكتب لك كده انا اكتب لك معلومة وانت جاوب. line divide body into right and lift. بس ركس انا لسه اكملش السؤال. right small part and lift large part. يبقى خد بالك هو قال لك ايه. قال لك اسم الجسم الى right part ده small. وال left part ده large. طب استنى. الاختيارات اللي انتهالك ايه. بص يا سيدي. اهو. انا هحط لك اكي انه بص سؤال في امتحان. اهو بس ابعد راسي بس شو اعش انا اعرف اكي. بص يا سيدي. هحطولك كأنه سؤال في امتحان بالزبط. بص يا بس. رقم ايه? هيكتب لك medium plan. رقم بي هيكتب لك right part sagital. رقم سي هيكتب لك left part sagital. رقم دي هيكتب لك line انا لسه ما كلمتكش فيه اسمه coronal blame. وقولك اديني الاجابة. طيب بص هو مش كورونا لانه كورونا ده انته لسه ما اخدتهوش. يعني انا لسه اقوله لك بعد شوية. فهو مش كورونا. وبعدين هو ما ينفعش يكون medium. هتقولي طب ليه دكتور ما ينفعش يكون يكون medium. ما هو الmedian ده اللي هو السجتل. ده بيقسم الجسم الى right و left equal. فهو لا. هو كتب لي right small و left large. اه يبقى قف هنا بقى شوية. هو اسم الجسم فعلا الى right small و left large. حلو. يعني معنى كده هو مش medium هو paramedian اللي هو الparasagital. طب حلو. فجيت انا بص في الاختيارات لقيت فيه الparasagital ده. في واحد هو كاتبه لي right parasagital و left varasagital. ايوة باشا. هو لما اسم الجسم الى نص يمين صغير و نص شمال كبير. يبقى معناه ان هو مرسوم في الناحية اليمين. كرة تاني. الline ده. بالنسبة للراجل اللي واقف قدامك ده. الline ده مرسوم في نص جسم اليمين ولا في نص جسم الشمال. تقول له لا في نص جسم اليمين. ايوة لانه ازم الجسم الى نص يمين صغير. اهو. و نص شمال كبير. اهو. وبناء عليه الاجابة هتكون right parasagital. او right paramedian. ليه? لان بالفهم افهم. اسئلة دي بتتفهم. اسئلة دي بتتفهم. هو قال لي نصين غير متساويين يبقى parasagital او paramedian. ايوة بس قال لي هو النص الصغير يمين. يبقى اللي ده مرسوم في النحية اليمين في جسمك. طيب لو كان قال للنص الصغير الشمال يبقى مرسوم في الناحية الشمال في جسمك. في عندنا برضو لين مهم جدا وسهل ما فيهوش مشكلة بس هنستخدمه اللي ده كتير واحنا شغالين ان شاء الله على مدار دراستك في الاند. اللي ده هو ايه? اللي ده هو لين برسمه كده. ايه خلاص ده خط عرضي او مقطع عرضي. فبروح مساميه ترانزفرس بلين. او بقول عليه هوريزونتال بلين. ترانزفرس بلين او هوريزونتال بلين ده هو ايه? خط او مستوى ايه? كلمة ترانزفرس او هوريزونتال معناها ايه? معناها عرضي. ايه يعني من الاخر بقى عشان خلاص الموضوع ما فيهوش فن. وقسم الجسم كده بالعرض نصين. اه نص علوي بسميه ابر بارد. ونص صفلي بسميه لور بارد. اما وكلمة ابر يعني علوي ما انا لسه ايهلك في الفيديو اللي قابله ابر لمبي يعني الطرف العلوي. ولور يعني ايه? لور يعني صفلي. اه بس فيه الناس هتقعد هنا دلوقتي هتقول لي لا بص دكتور انا مش عجبني لفظ ابر ولور. ممكن اقول اللفظ ده اقول له اه طبعا لفظ سوبيريور. وعكسه صفلي انفيريور. اقول لك بقى هنا استنى بقى كده. عشان احنا لدينا الفاظنا. كلمة سوبيريور وانفيريور ده لفظ طب بحث. سوبيريور يعني علوي وانفيريور يعني صفلي. وده بقى من الاول الالفاظ اللي عايز اتعرفها لحضرتك. ممكن اقول برضو كيرينيال وكودل. يبقى اخب بالك بقى كلمة ابر بتساوي كلمة سوبيريور بتساوي كلمة كيرينيال والتلاتة دول معناها فوق علوي. كلمة لور بتساوي انفيريور بتساوي كودل. والتلاتة دول معناها صفلي او تحت. يبقى انا النهاردة عرفت كلمتين طبيتين امشي بقى كده بص فرحان ومزاجك حلو ورائق وتقول لي الله يعني فوق نص اللي فوق في جسمك ده بنسميه ابر او سوبيريور او كيرينيال. نص اللي تحت بنسميه لور او انفيريور او كودل. اه ده الكلام ده مهم قوي لان ده الكلام اللي هتعرف بعد فترة مش طويلة ان دي الالفاظ اللي هتبقى ماشية في دماغك على طول وفي بققك على طول وفي دراستك كلها اللي هي الالفاظ بتاعي دنيا. فانا النهاردة بقول لك الهوريزونتال بلين او الترانزفورس بلين وده البلين نمبر ثري عندنا اللي اسمه زي ما قلت لك هوريزونتال او ترانزفورس بلين اللايين ده هو اسم الجسم تقول له الله يا بص لو انت عايز تعرف تعريفه او تكتب تعريفه وهتلاقيني كاتب كده ان شاء الله في النوتس بتاعتنا اللي هتنزل زي ما قلت لك في مكتبة بلز مع اول يوم دراسة ان شاء الله بازن الله سبحانه وتعالى. هو لين ديفايد البادي انتو ابر ان لوور هافزة بس في ناس بقى هتيجي تسألني دلوقتي هو لازم يكونه متساويين لا مش شرق يعني احنا ما بنشترتش في اللاين ده هو اللاين اللي بنندقق في عفواني اولاد ولازم يكون متساويين هو اول لين اللي هو الميديان بلين اللي هو النص اليمين والنص الشمال لكن اللاين التاني ده هو او اللاين اللي انا بتكلم فيه ده هو الترانسفورس بلاين مش مش شرط يكونه متساويين هو اهم حاجة ممكن ارسمه كده او كده او كده او كده او كده او كده هو اهم حاجة بيقسم الى نص علوي ونص ايه ونص صفلي طب تعالى بقى نشوف اخر لاين وهو لاين برضو من اللاينز المهمة اللي هتستخدمها في دراستك بس هجيب صورة الست دي كده احطها قدامك وانا كده باصس على الرسمة دي من الجنب سايد فيو يعني بابص الشخص من الجنب ايوة يعني لو انا باصس على الشخص ده من الجنب يبقى كده امامه ولا خلفه تقولي كده امامي ناحية وشه طب وكده ايه وكده خلفي ناحية الضهر تشوف يا باشا والطب انت هتدرسه بالعربي ولا الانجليزي ولا اللاتيني لقى العربي انساها ده بعد شوية واحدة واحدة هتلاقي العربي ده بيتسحب من دماغك كده وبالراحة خالص حطينا مكانه الانجلش واللاتين فما فيش امامي خلفي دي عندنا في الطب امال ايه اللي عندنا 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 كلمة امامي يعني انتيريور وكلمة خلفي يعني بوستيريور يبقى امامي انتيريور خلفي بوستيريور او ممكن اقولها بطريقة تانية فانترال يعني امامي بردو ودورسل يعني خلفي يبقى كلمة انتيريور بتساوي كلمة فانترال واللاتين بمعنى امامي كلمة بوستيريور بتساوي كلمة دورسل واللاتين بمعنى خلفي لو انا اجيب بقى على شخص واقف كده من الجنب وروح ترسم لك لاين كده اهو اقول لك والله اللاين ده قسم جسم الى نص امامي ونص خلفي ازاي يعني يا دكتور يا عم اهو امثلها لك علي انا اهو بالنسبة لحضرتك روح تجاي ارسم لاين اللاين ده ماشي كده يبقى اللاين ده قطع جسمي الى نص امامي ونص ايه ونص خلفي بس هو ده اللي في الموضوع كله واللاين ده بقى بنسميه كورونال بلين يبقى الكورونال بلين هو لاين ديفايد ذا بدي انتو انتيريور بارد ان بوستيريور بارد ما باخترتش ان هو يكون نص بقى هو اهم حاجة يكون جزئين جزء امامي وجزء خلف او ممكن اقول عليها في فينترال ان دورسل بارد وكلمة انتيريور يعني فينترال يعني امامي وكلمة بوستيريور يعني دورسل يعني خلفي وكده اولاد انا النهاردة اتكلمت في الفيديو ده في كام بلين تقول لي اربع بلينز ايه هم تاني تعالى نقولهم بسرعة ميديم بلين اللي هو اسمه التاني ساجتال بلين وده اللاين ديفايد ذا بدي انتو راية ان لفت اكوال هافز تاخد بالك هما اكوال بات ناط سيميلر اللاين التاني اخلي جنبه اسمه بارا ميديم بلين والبارا ميديم بلين ده ممكن ارسب منه عدد لانهائي من الخطوط لانه بيقسم الجسم وماشي كده او كده او كده او كده او كده فبالتالي بيقسم الجسم الى نصين راية وليفت بات ناط اكوال وركز لي فديه شان دي تركف الامسك يوم بعد انه قلت لك فيه الهوريزونتال بلين اللي بيقسم الجسم الى ابر ولور بارد وبعد كده قلت لك فيه الكورونا البلين اللي بيقسم الى انتيريور وبوستيريور بارد اللي هما فينترل ودورسل وكده ياولادي بقى احنا الفيديو الاول او اللي قبل ده اتكلمنا فيه عن حاجة اسمه اناتوميكال بوزيشنز النهاردة اتكلمنا عن حاجة اسمها اناتوميكال بلاينز المرة الجاية ان شاء الله او الفيديو القادم هنكون بنتكلم على حاجة اسمها اناتوميكال ترمينولوجي أو بعض الألفاظ التشريحية اللي هنفهمها لحضرتك إن شاء الله في الفيديو القادم انتظرونا على خير في الفيديو الجاي بتاع إن شاء الله الأناتوميكال ترمينولوجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته